اليرموك أول مدينة صحية كويتية انضمت إلى الشبكة العالمية للمدن الصحية وذلك من خلال مطابقتها مع مصطرة تتكون من ثمانين مؤشرا تمثل محددات الصحة والتي تشمل الجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية حصولنا على هذه الانجازات بدلنا في جهد كبير ولكن الجهد الأكبر والأهم هو المحافظة على هذا الانجاز طبعا هناك ثمانين معيار وهذا ثمانين معيار مقسم إلى تسعى محاور محاور تخص البيئة تخص الحالة الاجتماعية التربوية تعليمية الاجتماعية الكلينيكية فكل هذه المحاور تقبل فيها ثمانين معيار هذا مركز اليرموك على أكثر من ثمانين بالمئة من هذه المعايير تخصصات مختلفة ومتكاملة في هذا المركز منها عيادة سرطان الثدي وعيادة السكر والأنف والأذن والحنجرة وطب العائلة ومركز للإلماء الاجتماعية كذلك قسم الأشعة وتحاليل الدم مركز ييرموك بعد حاز على شيء ثاني وهو علامات عالية من الجودة والاعتراف من قسم الجودة والاعتراف في وزارة الصحة طبعا هنا جميع الأخصام موجودة اللي هي العيادات الخارجية وعيادات التخصصية عيادات العامة المختبر الصيدلية الأشعة والمكتب الإلماء الاجتماعي والصحة الوقائية وغيرها يعني تقريبا نحن قطينا على معظم الأقسام أول هدف من الدورة هذه أن نعلم أكبر قدر ممكن من الناس على الإسعافات الأولية سواء الجروح أو الكسور أو ممكن حالة الإنعاش الغلبي الرئوي طبعا أكثر شيء رح نركز عليه بالكورس مالنا حلو فنحاول نغطي أكبر عدد ممكن من سكان المنطقة أساس أن نقلل الحوادث دورات تدريبية يوفره المركز لأهل المنطقة عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات وعملية إنعاش القلب بأياد كويتية أصبح هذا المركز مثالا يحتذا به محليا وعالميا من حيث الشكل والمضمون